كشفت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتغطيط العمراني أنها أنجزت خلال عامي 2019 و2020 بالتعاون مع أمانة العاصمة والمجالس البلدية 608 منازل ضمن مشروع تنمية المدن والقرأة حيث تم ترميم وصيانة 249 منزلا و359 طلبا لعوازل الأمطار وأكدت الوزارة أنه خلال العام 2020 تم ترميم وصيانة 181 منزلا ويجري العمل على تنفيذ 53 طلبا منها فيما تم ترميم 68 منزلا في عام 2019 وبالنسبة لعوازل الأمطار والذي يندرج ضمن المشروع قالت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتغطيط العمراني أنه تم إنجاز 359 طلبا خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2020 بكافة محافظات المملكة ووضحت الوزارة أنها مستمرة في إتمام المنازل المدرجة ضمن مشروع تنمية المدن والقرأ بما يمكن من استيعاب أكبر قدر ممكن من المنازل حسب الأولويات التي تحددها المجالس البلدية وأكدت الوزارة أن المشروع يحظى باهتمام كبير ضمن أولويات التنمية الحضرية المستدامة في برنامج عمل الحكومة الموقرة حيث تحرص الوزارة على تسخير كافة الإمكانيات والموارد لتنفيذه بالصورة المنشودة من خلال طرح الطلبات ضمن مناقصات بعد استفائها لمعايير المشروع واستكمال متطلبات إدراجها ضمن البرنامج ترجمة نانسي قنقر